لكن خلونا نبدأ بقضايا محلية ويمكن المهاردة حصل في وسط القاهرة حصل شلل تام في منطقة وسط المدينة الساعات الماضية تحديدا من الساعة 4 العصر ده بسبب توقف حركة مرور الأنفاء نتيجة حدوث عطل فني في أحد القطارات بالخط الثاني المترو بالتزامن مع دخوله لمحطة جمعة القاهرة باتجاه المنيب زي ما حدركم شايفين في الصور وفي الفيديو يعني زحمة فضيعة جدا إدارة المترو قالت أنه تم إخلاء القطار المتعطل من ركابه بسلام وأمان وأنه تم فصل تيار كاربائي في منطقة العطل لتعذر تحرير فرامل القطار المتعطل في محطة جمعة القاهرة وزارة النقل أصدر التبين من حوالي ساعة تقريبا وقالت أنه تم سحب القطار وانتظام الحركة بكامل طبيعتها بالاتجاهين